جمود سياسي وأزمة متعقدة سوف تدوم لفترة طويلة هذا ما يمكن قراءته من خلال الجلسة الأمامية الخاصة بالعراق حيث لم يصدر خلال الجلسة أي قرار حاسم سوى الدعوة للتهدئة وعدم التصعيد الأمر الذي يشير إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يعد فاعلا بشكل واضح في قضايا العراق وخصوصا في ظل تعقد الظرف الإقليمي وتحول الأزمة الداخلية إلى معضلة مستعصية الحلول فضلا عن بقاء العملية السياسية بحد ذاتها أصبح يشكل إحراجا لدعمها المنبعوثة الأممية للعراق جينين بلاسخارت لم تأتي بتشخيص جديد وكررت تشخيص الأزمة بشكل متحيز ضد الشعب العراقي حينما تجاهلت تحميل الأحزاب الحاكمة بكل صراحة مسؤولية ما يجري في العراق لذلك كل تقرير أممي يقدم عن الوضع في العراق لا يتعدى النقد الخجول لسلوك الأحزاب وتبني رؤية الأحزاب بضرورة إصلاح النظام السياسي وليس اجتفافه من جذوره وعلى هذا فإن جلسة مجلس الأمن بشأن الأزمة السياسية في العراق كانت تحصيل حاصل لما قدمته بلاسخارت فلا يأمل العراقيون التواقون إلى التغيير بالاعتماد على موقف أممي حازم يرقى إلى حجم الفساد والفلتان الأمني والمصائب الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية بناء على الموقف الأممي تركت للأحزاب مرة أخرى مساحة جديدة لمناورات ومساومات سياسية باسم البحث عن حلول لتشكيل حكومة ترضي الإطار التنسيقي والتيار الصدري وتجنبهم الوصول إلى صدام ميليشيوي جديد هذا ما تأمله بلاسخارت دون أن تأخذ بالحسبان موقف ومطالب الشعب العراقي ولا سيما متظاهر ثورة تشرين ترجمة نانسي قنقر